السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلوغل فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا قصة اليوم ستكون مختلفة شوي وهذا النوع من القصص إن شاء الله حنبدأ في سلسلة من قصص الصحابة والتابعين والصحابيات والقصص اللي خلدت في الذاكرة وإن شاء الله بإذن الله أنها تكون ذات طابع ديني وحتكون مقتبسة ولكن من الأشياء اللي أنا قرأتها وأثرت فيني وإن شاء الله أني أنقولها لكم بصورة مبسطة لأن كثير جاني طلب أن تكفي أن نقولي لنا قصص الصحابيات أو قصص الصحابة فأبدوا الله أنا تحت أمركم وإن شاء الله بإذن الله أني أستمر معاكم ولكن أعذروني المقدمة هذه حطول فيها شوي كوني أني أشرح لكم السلسلة اللي حنبدأ فيها وأبغاكم تشاركوني آراءكم وتشاركوني إشل القصص اللي تحبون أني أنا أبحث عنها وأقولها لكم بأسلوب شيء وبدون تكلف من جد لا في الألفاظ ولا في إيصال المعنى المبسط للقصة بدون أي تحريف وكمان سبق أنا ذكرت معاكم قصة التابعي مالك بن ودينار وحط لكم رابط القصة في أول تعليق مثبت أتمنى أنكم تطلعون عليه ونبدأ طبعا اليوم بقصتنا أنا عارفة أنكم عن الأرجح أكيد قرأتهم عن قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اللي يميز قصة اليوم أنكم حتشوفون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنظور مختلف تماما يعني بطريقة تدخلكم في عالم خاص يعني حتشوفون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من منظور أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وكذلك من منظور ابنة رسول الله السيدة فاطمة الزهراء يعني حيكون تسليط الضوء فقط على منظور النساء في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقبل تقريبا كم شهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حلمت السيدة عائشة حلم غريب ما كانت تعرف إيش تفسيره قامت تقول يعني رأيت ثلاث أقمار سقطنا في حجرتي اللي هي غرفتها فراحت يعني تخبر هذا الحلم لوالدها أبو بكر رضي الله عنه فقلها أبوها إن صدقت رؤياك يا عائشة فسيدفن في بيتك ثلاثة من خير رجال الأرض فاحتفظت عائشة رضي الله عنها بالحلم نفسها ما خبرت عنه أي أحد غير أبوها أبو بكر رضي الله عنه ومرت الأيام إلين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أسابيع فكان أيامها الرسول راجع من جنازة حضرها في مقابر البقيع دخل البيت وشاف عائشة وكانت ماس كراس فهكذا كانت مصدعة كانت تقول ورأساه يعني مرة صدع مرة شديد فلما شافت السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم على طول فزت له مباشرة وراحت تحضنه كذا وتشتكيله يعني من ألمها إن تبغى على قل حضنه يخفف شوي عليها من الألم فلما انضمها صلى الله عليه وسلم ناظر فيها كذا وقال لها يمازحها ما ضرك يا عائشة لو ميت قبلي من هذا الألم فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك واستغفرت لك يعني مو أحسن من انك تموتين قبلي إيش أحسن منها يعني عشان أقدر أغسلك وأدفنك وأدعولك وكمان عشان ما تشهدين وفاتي يوم من الأيام فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعشق شيء اسمه المزاح مع عائشة مرة يحب يمزح معاها كثير وكان منتظر ردة فعلها يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه الموت أفضل لها يا ساتر إيش بتكون يعني ردة فعل عائشة رضي الله عنها طبعا كلنا نعرف ردة فعل عائشة المثل هذه الأمور فعلى طول بعدت كذا عن حضن النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه كذا وهي غاضبة قالت لواثك لياه والله إني لأظنك تحب موتي ثم بعد دفني تذهب آخر يومك معرسا ببعض أزواجك يعني أنت شكلك تبغاني أموت عشان بعد ما تدفني تروح تستهنس مع باقي زوجاتك بدوني طبعا الغيرة اشتعلت عندها فجأة فكان متوقع الرسول صلى الله عليه وسلم ردة فعلها هذه فتبسم النبي وضحق قليلا من كلامها وكان حب غيرتها وسرعة ردودها ثم مسك صلى الله عليه وسلم رأسه وقال بل أنا ورأسا يا عائشة يعني حتى أنا أشعر بالألم كذلك في رأسي فكانت هذه أول مرة تلاحظ فيها أمنا عائشة رضي الله عنها بداية تألم ومرض النبي صلى الله عليه وسلم فمرت الأيام إليه قبل ثلاث أسابيع من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبدت عائشة تلاحظ أكثر وأكثر إن الرسول بدت تظهر عليه علامات التعب يعني ما كان أحد منتبه على تعبه أبدا إلى الآن لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو جالس معاها كان يمسك صدره كذا يحسب الألم بين فترة وفترة يجي ألم كان يقول لها يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر ثم يمسك صدره ويتوجع وهذا ما تكون في صحيح البخاري فعائشة كانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تحبه جدا ونقدر نستذكر يعني القصص اللي تبين لنا شدة حبها للرسول الله فمرة من المرات استأذن يهود من منزل يهود منزل رسول الله وكانت عائشة قريبة عند الباب تتنصت عليهم فقاموا قالوا لليهود يعني السام عليك يعني السام كان قصدهم هو الموت كان يبغون يهمون الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سلموا عليه فرد الرسول عليهم وعليكم فلما سمعت عائشة رضي الله عنه الكلمة وبسبب فطنتها وذكاءها فهمت مباشرة قصدهم الخبيل طبعا خلاصي ما قدرت تحبس غضبها فصرخت عليهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت بل السام عليكم ولعلكم الله وغضب عليكم فمسكها النبي صلى الله عليه وسلم قالها مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف قالت أو لم تسمع ما قالوا يا رسول الله قال لها أو لم تسمع ما قلت لهم ردت وقلت وعليكم فكانت مردودة دعوة عليهم وهذا الشيء مذكور في صحيح البخاري وصحيح مسلم فرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم هكذا فعلا يؤلمه لأنها تحب حب شديد لدرجة كانت تدافع عن كل من يسي إليه صلى الله عليه وسلم ومن الأمور الثانية اللي لاحظتها عائشة رضي الله عنها على رسول الله كان لما يصلي قيام الليل معاها في حجرتها كانت عائشة تصلي مع رسول قيام الليل يعني لين تتعب ولما تتعب تروح تنسدع الفراش وتبقى سهرانة معاه تطالع فيه كده وتتأمل صلاة وكانت تحب جدا تتأمل وهو يصلي قدامها لكنها بدأت تلاحظ أن رسول الله يعاني في الوقوف وهو يصلي فكانت تشوف إذا صار يعني طول في الوقوف يتعب لدرجة أنه خلاص ما عاد يقدر يجلس يصير يعني من شدة الإرهاق والتعب يجلس أثناء الصلاة فلما شافت عائشة رضي الله عنها الرسول جالس يصلي الأول مرة بكت بكت بكاء شديد يعني كانت خايفة مرة على رسول الله من شدة تأثرة بهذاك الموقف يعني لما أحد يسألها من تلاميذها هل كان رسول الله يصلي قاعدا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس يعني بعدما أرهقته الدنيا فدائما أسلوب تعبير عائشة سبحان الله يكون مختلف عن باقي الصحابة إليه قبل أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت خلاص أخيرا توضح علامات التعب في رسول الله وصار الكل يلاحظ تعب حتى جميع زوجاته رغم تعب الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد وإرهاقه كان لازال يقاوم ويستحمل آلام المرض حتى أنه كان يستطيع أن يذهب وينام كل ليلة عند وحدة من زوجاته عشان يعدل بينهم يعني ما كان يبغى ينام أكثر من ليلة عند زوجة وحدة لا حتى هو متعب فهذا يعني يشوف أنه مو عدل في نظره صلى الله عليه وسلم فكان أكثر ليلة يرتاح فيها رسول الله نفسيا هي الليلة اللي يكون فيها مع عائشة سبحان من زر وحب عائشة بقلبه مهما حاول الرسول إخفاء انحيازه لها إلا أن جميع زوجاته والصحابة كانوا يشوفون وجهه يضيء لما تجي ليلة عائشة رضي الله عنها تجي ليلة معاها تخيلوا لدرجة أن بعض الأنصار كانوا يرسلون هدايا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي يكون فيه مع عائشة لأنهم يعرفون قديش الرسول بيكون في قمة سعادة وقته وهذا الشيء مذكور في صحيح البخاري فلما نشتد التعب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يلخبط بين الأيام والليالي فكان لما يعني ينتهي من ليلة مع واحدة من زوجاته ويردد دائما أثناء تعبه أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني يبغي يشوف هل جاء وقت ليلة مع عائشة مرة ثانية ولا لا؟ لأنه فعلا كان يرتاح معاها وبسبب هذا الشيء راح يجتمعوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن رسول الله يريد عائشة وفي نفس الوقت كانوا يعني يبغى يعدل بينهم جميعا فاتفهموا موقفه واتفقوا كذا بينهم أنه يسمحوا لرسول الله أنه يبات عند عائشة باقي أيام مرضه أنه هذا الشيء عليه يخفف عن رسول الله يعني عشان ما يتعب بالتنقل بين المنازل وكذلك كانوا يعني يشوفون وجه رسول الله دائما يشع نور وينير كلما جلس بجوار عائشة رضي الله عنها ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم من كرم زوجاته وحسنهن عندما أخبروا بقرارهم فقام رسول الله قاصدا بيت عائشة وكانه رايح فجأة كذا وقع رسول الله على الأرض وبدأ رسول الله يدخل إلى مرحلة في مرض أنها تمنع من الوقوف لوحده فنادى أبناء عمومة علي بن أبي طالب والفضل بن العباس يشيلونه للمنزل فلما نوصل لمنزل عائشة كان منزل أم المؤمنين عائشة ملاصق الجانب الشرقي من المسجد النبو وكانت فيه نافذة تدخلك مباشرة إلى المسجد حتى أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيام اعتكافه يدخل رأسه من النافذة هذه ويتكلم مع عائشة يبقى يفرحها شوي أيام ما تكون حائط وكانت تمشط شعره ثم يقبله النبي ويعود ليكمل اعتكافه يعني حتى أنه ما كان يجدد وضوءه بعد تقبيل زوجاته وهذا الشيء مذكور في صحيح البخاري نكمل القصة كان الصحابة مجتمعين في المسجد فلما نشاف الرسول صلى الله عليه وسلم قدام عيونهم يمر وهو على أكتاف أبناء عمومته طبعا قاصدين منزل أم المؤمنين عائشة كان هذا أول مشهد يشوفون فيه رسول الله وهم مريض كان هذا المشهد زي الصدمة عليهم مصدومين بدأ بعد ذلك يعني الحزون والتوتر كذا يملأ قلوبهم مباشرة خافوا على صحة نبي الله فالصحابة يعني شافوا رسول الله مريض قدامهم أول مرة في حياتهم ونجي الآخر أيام رسول الله مع عائشة رضي الله عنها قالت هم المؤمنين السيدة عائشة يوما ما أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشيء مذكور في صحيح الترمذي أنه ما أحد يقدر أبدا يفهم مشاعر السيدة عائشة في هذه الأيام الأخيرة اللي عاشتها مع حبيبها وحب حياتها رسول الله كانت تقول يعني درجة حرارته مرتفعة جدا كان وجهه أحمر أحمر من شدة الحرارة كان جسمه كله يتعرق صلى الله عليه وسلم كان يفقد الوعي من فترة لفترة الشيء الوحيد اللي كان يخفف من ألم رسول الله هو تواجد عائشة بقربه كان مرة يرتاح معها فتجي عائشة رضي الله عنها وتأخذ رأس الرسول صلى الله عليه وسلم على فخدها كان مرة يحب هذه الحركة دائما يحب ينام على فخدها حتى في الرحلات في السفرات كان يعشق ينام في حضنها كان يحس بالسكينة والراحة لما ينام في حضنها والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن رسول الله يحب ذلك فوضعت رأسه على فخدها حتى لما انضاعت القلادة حق عائشة وأمر الرسول والصحابة يبحثون عنها انسدح كمان على فخد عائشة ينام شوي المهم بدأت عائشة رضي الله عنها بعد ما حطت الرسول في حجرها أو على فخدها يعني كانت تمسح وجه رسول الله فسوت شيء لطيف مرة من شدة لطافته وبراءته حتعرفون تماما ليش كان رسول الله يحبها ويعشقها تذكرت عائشة وهي تمسح وجه رسول الله أن النبي كان إذا اشتكى من ألم كان يرفع يداه ويقرأ عليهم المعوذات ثم ينفخ على يداه ويمسح يعني وجهها أو يمسح على وجهها فمسكت عائشة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وراحت تقرأ تقرأ عليها المعوذات بعدين نفقت عليها وبدأت تمسح بيده على وجهه الكريم ومسادح في حضنها فكانت عائشة يعني تحاول أنها تساعدها قد ما تقدر تبقى تخفف عنه الألم قد ما تقدر يا عمري عليها فعاد رسول الله إلى وعيه مرة ثانية وهو في حضنها فشاف فوق يعني عائشة ووجهة كذا مليان بالدموع ابتسامتها وصلت عنان السماء كانت مرة مبسوطة أنه صحة أنه استيقى فحس رسول الله بنوع من الطمأنينة أنه حبيته لسه معاه فأخذ علبة ماء ومسح فيها وجهه بالماء قليل وهو يقول لا إله إلا الله إلين قبل ثلاثة أيام من وفاة النبي صارت قصص كثيرة طبعا لا تعد ولا تحصى خلال هذا الأسبوع طبعا زاروا كل الصحابة تقريبا اعتقدوا الصحابة أن مرض رسول الله ما يهدد حياته أنه بيرجع بيستعيد عافيته خلال الأسبوع والأسبوعين إن شاء الله فهذاك اليوم لما انخرج علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطالب من حجرة السيدة عائشة بعد زيارتهم لرسول الله قالوا الناس في المسجد وكانوا بجوار منزل عائشة يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله فقال أصبح بحمد الله بارئا يعني الحمد لله بعد كلامه هذا سحبوا عمه بقوة عمه العباس بن عبد المطالب وهمسلك كذا يعني قال له يا أبا حسن إني والله لأرى رسول الله يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بن عبد المطالب عند الموت يعني تحسون شعر العباس الرسول الله حيتوفى قريب وبدأ فعلا المرض يشتد على رسول الله الين قبل يومين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم روتهم المؤمنين عائشة أن فاطمة الزهراء أقبلت تزور أباها في هذا اليوم تدرون ليش يعني آشق روايات عائشة السبب هو أن عائشة كانت دائما تشوف تفاصيل ما يمكن أن أحد ينتبه لها قالت عائشة رضي الله عنها أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي يعني عائشة كانت تقول إن فاطمة الزهراء كانت نسخة من أبوها حتى في مشيتها وما كان أحد ينتبه لهذا التفاصيل ترغير عائشة رضي الله عنها أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي فقال النبي مرحبا بابنتي فلما انشافت فاطمة رضي الله عنها رسول الله بكت فجأة بكت بكاء شديد بدون أي سبب تدرون ليش بكت قالت عائشة كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه سبب بكاء فاطمة لما انشافت أبوها وهو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام لها ما قبلها فعلى طول عرفة إن رسول الله مر مريض وإن المرض فيه شديد ما يقدر يتحمله يا الله يا حبيبتي يا فاطمة فرحت له هي تبكي وتضمه فأكملت أم المؤمنين عائشة الرواية قالت حكا لها حديثا فبكت ثم أسر إليها حديثا فضحكت حتى أنها تقول ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن يعني عمري ما شفت حزن تحول إلى سعادة دي السرعة فسألتها أم المؤمنين ماذا قال لها رسول الله فقالت قال إنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت يعني قالها أول وحدة موتين بعدي تقول بكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة تقول فضحكت وهذا الشيء مذكور في صحيح البخاري وصحيح مسلم هذا الرواية طبعا عائشة هي من روت أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وكثير كثير من أحاديث فضل فاطمة كانت راويتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونجي لقبل 36 ساعة من وفاة النبي فجأة قام النبي صلى الله عليه وسلم من نوم كان سادح بجنب عائشة وكان وقت صلاة العشاء فقام قال لها أصلى الناس قالت لا هم ينتظرونك فطلب منها أن تجلب له إبريق ما عشان يتوضى ويخرج لهم فتوضى ولكن على طول بعد وضوءه أغمى عليه فلما نأفاق مرة ثانية أمسك عائشة وسألها أصلى الناس يا عائشة قالت لا هم ينتظرونك يا رسول الله فطلب منها نفس الطلب بس أغمى عليه مرة ثانية حبيبي يا رسول الله من شدة الوجع عليه صلوات الله فلما نأفاق للمرة الثالثة سألها قالها أصلى الناس قالت لا يا رسول الله هم ينتظرونك والناس عكوف في المسجد يعني الناس جالسين في المسجد فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتهنه ما يقدر يقوم للصلاة فأمر الرسول أن يصلي أبو بكر الصديق بالناس فلما نوصل أمر النبي إلى الصحابة في المسجد تردد أبو بكر أبو بكر كان إنسان رقيق طيب القلب زي بنت عائشة فأخذ على طول يد عمر بن الخطاب قال يا عمر صلي بالناس قال عمر لا والله أنت أحق بذلك مني فقام أبو بكر الصديق وصلى بالناس جماعة الأول مرة منذ مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشيء مذكور في صحيح البخاري نجي لقبل 24 ساعة من وفاة النبي صلى أبو بكر الصديق صلاة العشاء في الليلة السابقة بناء على أوامر رسول الله ثم صلى كذلك بالناس صلاة الفجر ثم صلاة الظهر في أثناء صلاة الظهر صارت المفاجأة رسول الله يخرج من حجرة عائشة ويدخل المسجد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم المسجد والعباس وعلي بن أبي طالب يحملانوا على أكتافهم فكانت أقدام رسول الله تزحف على الأرض وهم يشيلونه ما كان يقدر يوقف أبدا ما كان يقدر يوقف يقول أنس بن مالك جلس بعد ذلك رسول الله على مقعد بجانب أبو بكر وهو يصلي بالناس فصلى رسول الله معاه يقول أنس إن هذه كانت آخر صلاة صلىها النبي مع الناس وكان رسول الله متلحف واكتهب لحاف مين زوجة عائشة يا الله حتى هو يصلي أخذ قطع من عائشة تخيلين إيش كمية الحب اللي في قلب الرسول لعائشة طيب يا ترى إيش هو سبب خروج الرسول للمسجد قبل دقائق بس من خروجه كان هو رسول الله في حجرة السيدة عائشة وكان رأسه في حضنها زي ما يحب دائما فكانت عائشة تمسح وجه رسول الله وكان مستيقب يتأملها ويناظر لها بهدوء ويتسوي هذا الشي معاه يعني تمسح وجهه وتلاطفه فلما ندخل وقت صلاة الظهر دخل المسلمين للمسجد عشان يصلون صلاة الظهر وكانت أصواتهم مرة عالية كانوا يتكلمون عن أحوال رسول الله فسمع الرسول صوتهم وقال لعائشة ما هذا يا عائشة قالت إن الناس يخافون عليك يا رسول الله قال أحملوني إليه فنادى بن عم علي بن أبي طالب وعم العباس يحملونه داخل المسجد النبوي وبعد الصلاة حملوا علي والعباس على المنبر وقال يا أيها الناس كأنكم تخافون علي فصرخوا الصحابة كلهم نعم يا رسول الله نعم فضحك رسول الله قال يا أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا موعدكم معي عند الحوض والله كأني أنظر إليه من مقامي هذا يا الله كيف شعوركم أحسني ودي أبكي ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وصاياه قال أيها الناس الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة وكررها أكثر من مرة ثم قال أيها الناس أتقوا الله في النساء أتقوا الله في النساء أتقوا الله في النساء أوصيكم بالنساء خيرا ثم قال صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة يا أيها الناس إن عبداً هو الله بين الدنيا وبين ما عند الله فأختار ما عند الله فلما نسمع هذه الجملة أبو بكر الصديق يعني كان يعلم يقيناً أن رسول الله يقصد نفسه في هذا الكلام وأنه حيموت قريب فصار أبو بكر يبكي يبكي انفجر كذا بالبكاء يعني تخيلوا رجل تجاوز عمره 61 عام كان يبكي بكاء زي الطفل الرضيع فخلاص أبو بكر ما تحمل قام يصرخ بعلى صوت يقول فديناك بأباءنا فديناك بأمهاتنا فديناك بأولادنا فديناك بأزواجنا فديناك بأموالنا يا رسول الله ويبكي فكان وقتها المشهد مهيب ومبكي وحنا نتكلم عن صديقة طفولة وكيف علاقته مع رسول الله من زمان أول رجل صدق رسول الله عند رسالته ورفيقه في الهجرة وثاني اثنين الذي ذكر في القرآن لما قال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فبدى الناس ينقذون أبو بكر ينقذون إنه ليش قاطع رسول الله فقال رسول الله أحد أشهر كلماته على الإطلاق أيها الناس اتركوا لي صاحبي إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسي ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني رسول الله كان يحب أبو بكر الصديق حبا جمع ولكن كان يحب أكثر منه مين؟ بنت عائشة الصديقة أنا ذكرت لكم هذه الحادثة وبعض من فضائل أبو بكر لأنكم حتشفون بعد شوي دور المهم والتاريخي لما رجع الرسول إلى الحجرة فجلس بجنب عائشة ووضع رأسه على فخدها أنا قلت لكم برضو أنه كان يحب هذه الحركة جدا فبدأت عائشة تمسح وجهه وتمشت شعر الشريف في حضنها يعني رسول الله كان قدم كل طاقته في هذه الخطبة الأخيرة لأنه بعد ما رجع في حجرة السيدة عائشة قال لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات ثم نام الرسول قليلا إليه قبل 12 ساعة من وفاته قام رسول الله من النوم كان وقت صلاة المغرب فسمع الصحابة يصلون في المسجد بدونه وكان يسمع تلاوة أبو بكر الصديق ويسمع تكبير الصحابة وكان مبتسم مرة كأني كده يقول في نفسه الحمد لله إنه أتممت مهمتي أخيرا فقام رسول الله أبو مساعدة عائشة نحو النافذة فكشف رسول الله عن الستار اللي تطل على المسجد ونظر رسول الله إلى صحابته نظرة أخيرة يقول أنس بن مالك كانت تلك آخر نظرة نظرها رسول الله نظرت إلى وجهه وأنا أصلي وكأنه ورقة مصحف فعندما رأوه كاد الصحابة أن يقطعون صلاتهم من شدة جمال تعبير الرسول ويطالع لهم فضحك رسول الله قليلا ثم أشار بيده يعني أنه كملوا الصلاة وأغلق الستارة ونجيل قبل ست ساعات من وفاة النبي بعد ما زار جميع زوجاته وبنته فاطمة وباقي صحابته منزل رسول الله في هذه الليلة جاء الليل ورجع لكل المنزل أهله كان الرسول مستلقي على صدر عائشة يناظرها وتناظر وما في كلام بينهم مجرد انتظار اللحظة اللي اختارها الله دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنه وكان هو آخر الزوار اللي سمحت عائشة له بالدخول وكان في يده مسواك يتسوك فنظر رسول الله إلى عبد الرحمن ونظرت عائشة إلى الرسول فعلمت تماما إيش كان يبا يعني كلنا نعرف فطمة أمنا عائشة وفهمها رسول الله كانت يعني فهيمة تفهم رسول الله من نظرة فراحت على طول همست في إذنه كذا أأخذه لك فهز النبي رأسه أنه يعني نعم كان متعب لدرجة أنه ما كان يقدر يتكلم فأخذت عائشة مسواك أخوها عبد الرحمن وطهرته ثم وضعته في فم رسول الله وبدأت تحاول عائشة أنها تسوق أسنانه كان المسواك قاسي على فم رسول الله فهمست عائشة مرة ثانية في إذن الرسول أألينه لك؟ فهز الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه أنه نعم فوضعت عائشة السواك في فمها وبدأت تمضغ بريقها حتى يصبح لين على فم رسول الله فكان ينظر لها رسول الله ونتسوي هذا الشيء فعندما انتهت أخرجت السواك من فمها وفتح رسول الله فمه ووضعت السواك في فم رسول الله وبدأت تسوق أسنان رسول الله يا الله حتى أنه كان آخر شيء في فم النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته كان ريق حبيبة عائشة رضي الله عنها نجي لقبل دقائق من وفاة الرسول جاء الصباح الحزين وطلعت الشمس واجتمع كل الصحابة في المسجد بعد الفجر وما أحد خرج منهم ينتظرون آخر الأخبار إيش اللي صار أما فاطمة الزهراء كانت في منزلها الملاصق لمنزل عائشة وبالنسبة لزوجات النبي كانوا يعني كلهم في منزل سودة فكان رسول الله نايم في حضن عائشة وعائشة مستلقية على الجدار تمسح شعره فجأة شافت عائشة وجه رسول الله يضيء أمامها فاتح عيونه كده ونظر للسكف فعرفت على طول عائشة أن جبريل وملك الموت دخلوا الغرفة ورسول طالع لهم فاتذكرت عائشة على طول حديث قد قالوا لها رسول الله أنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فقالت عائشة يعني وقتها إنا نكره الموت يا رسول الله فقال لها بلى يا عائشة المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامتي أحب الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه فعلى طول عرفت عائشة أن ابتسامته الآن وهو طالع للسكف كانت بسبب حماسه للقاء الله يعني صارت متأكدة أنه خلاص حان وقت الوداع واتذكرت السيدة عائشة حديث ثاني قد قال لها رسول الله في بداية مرضه وكان زي عادة تساذح في حضنها قال لها أتعلمين يا عائشة لم يقبض نبيه قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير إما بالبقاء في الأرض أو الذهاب إلى الجنة وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري في أثناء نظر رسول الله للسقف بدأت بسم فجأة ولما شافت عائشة اتسامته على طول علمت أن رسول الله كان ينظر الآن إلى مقعده في الجنة فعرفت على طول إيش هو الخيار اللي اختاره رسول الله بدأت تنزل الدموع من على خدها لا إراديا وهي الطالع لتكون إذن لم تختارنا يا رسول الله فكان عندها أمل آخر لحظة إن رسول الله يختار البقاء في الدنيا ولكن يبدو أنه قرر أنه يختار الذهاب إلى ربه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبع الشريف إلى السقف بكل ما تبقى من قوة له وقال بل أختار الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل فعايشة لين الحين ما تدريش اللي يصير لكن على الأرجح أنه كان يخاطب في هذه اللحظة جبريل ويخير ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يريد الرفيق الأعلى يعني يريد لقاء الله فبدأ بعد ذلك يردد اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى وهذا الشيء مذكور في صحيح البخاري وتوفي رسول الله في تلك اللحظة مباشرة نجي ردد فعل الناس على وفاة رسول الله أقفى رسول الله عينال آخر مرة ووقع إصبعه وكانت عائشة لا زالت حاضنة رسول الله في حضنها سبحان الله كان بإمكان الله أن يجعل رسول الله يتوفى ساجد مصلي شهيد لكن ربي اختار أن يتوفى أطهر البشر في التاريخ وآخر نبي للبشرية وهو بين أحضان أمنا عائشة رضي الله عنها فأنزلت عائشة رأس رسول الله على وسادتها يا الله هذه الوسادة الزكية اللي كان رسول الله ينسدح عليها ويضم ويقبل فوقها عائشة تلك الوسادة الزكية اللي طالما كانت أمنا عائشة تفحك فوقها وهي تمرح وتمزح مع الرسول تلك الوسادة الزكية التي حدثت فوقها أكثر اللحظات الحميمة في حياة عائشة حيث أنها لم تتزوج قبل رسول الله أحد ولن تتزوج بعد رسول الله أحد لمدة خمسين عام يا الله يا حبيبتي هي مستحيل أقدر تخيل شعورها كيف كان وبعد ما وضعت عائشة رأس رسول الله على الوسادة كانت يدها ترجف ترجف رشفة ما في حياتها رجفتها من قبل غطت رأسه ببطانيتها الآخر مرة ثم فجأة كده خلاص صرخت عائشة صرخة قوية من شدتها سمعها كل من في المسجد وسمعتها كذلك فاطمة الزهراء في الغرفة المجاورة تقول عائشة وهي تروي من حمقي وقلة عقلي وقتها أنزلت رأس النبي على وسادتي ثم أخذت أصرخ وأولول فبدت عائشة تصرخ لا إراديا فقدت السيطرة على نفسها بدت تبكي تبكي بكاء شديد وهذا الشيء مذكور في صحيح الإسناد في مسند الإمام أحمد وبسبب صراخة عائشة خلاص عرف كل اللي في المسجد إيش اللي صار فبدأ يرددون مات رسول الله مات الرسول مات الرسول مات رسول الله فلما سمعت فاطمة صراخة عائشة على طول عرفت أن توفى فبدأت فاطمة تبكي وتقول واكرب وأباه ثم صرخت فاطمة بصوت عالي يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وهذا الشيء مذكور في الصحيح البخاري كانت فاطمة حبيبة رسول الله كلنا نعرف حب البنت الأبوها فاطمة في هذه اللحظة صارت يتيمة تخيلوا توفى كل أخواتها الثلاث وأخوانها الثلاث وأمها والآن أبوها وفات رسول الله يعني أثرت على حياة فاطمة لدرجة أنها ما قدرت تتحمل العيش بدونه ثمرضت مرض شديد وتوفت بعده بأشهر تخيلوا حتى لما اندفنوا رسول الله لاحقا كانت تبكي فاطمة تقول لأنس بمالك يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب يا الله يا حبيبتي حبيبتي يا فاطمة الزهراء البتول أما في المسجد كانت حالة فوضى الكل يبكي الكل يصرخ الكل يولول لدرجة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طاح في المسجد كأن روحه كذا خرجت من جسده وطاح بجنبه ذنورين عثمان بن عفان أما الفاروق عمر بن الخطاب فقد عقله فقد عقله تماما يعني كان في مرحلة إنكار كان يضرب اللحون وكان كل اللي يرددون الرسول الله مات كان يصرخ يقول لهم والله ما مات رسول الله ما مات رسول الله فجأة وبين كل هذه الفوضى ظهر الشخص المناسب للتعامل مع الوفاة الشخص اللي اختاروا الله لخلافة هذه الأمة أكثر شخص سيطر على مشاعر وحالة النفسية في هذه اللحظة كان أبو بكر الصديق فقدم أبو بكر إلى المسجد ووقتها كان راكب على فرس ونزل من فرس ودخل المسجد فلما شاف حالة الصحابة حول الكل كان يبكي ويصرخ شاف علي وعثمان كأن كذا أرواحهم اتخرجت من أجسادهم شاف عمر كذا فاقد لصواب ويضرب الناس يقول لهم لا رسول الله لا يمكن له أن يموت بعد ما تفوه أبو بكر بكلمة وحده وما نزلت له دمعة مر بينهم كلهم ودخل حجرة عائشة شاف بنت عائشة في زاوية الغرفة تبكي وترجف لوحدها وحطت على رأس رسول الله بطانيتها وقام أبو بكر كشف عن وجه الرسول ونظر إلى وجهه الكريم ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين إنا لله وإنا إليه راجعون فقبل أبو بكر بعد ذلك جبين الرسول وبدت حيونه كذا تفيض من الدموع وأخرج أخيرا مشاعره اللي كان يحبسها فقبل جبين الرسول وقال وانبي ياه ثم قبل مرة ثانية جبين الرسول قال واصف ياه ثم قبر الرسول للمرة الثالثة قال واخلي له ثم ذهب وضم ابنة عائشة ويتبكي بكاء شديد وهذا الشيء موجود في صحيح الألباني فخرج وقتها أبو بكر للناس بعدما شوي هدى وكان وقتها عمر بن الخطاب يعني يصرخ يقول للناس إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين فقام قال له أبو بكر اجلس يا عمر فآبى عمر أن يجلس ويهدى ثم قال له مرة ثانية قلت لك أجلس يا عمر وأنصت فبدأ الناس يتجمعون حول أبو بكر ثم قال أبو بكر إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون حتى فرغ من الآية ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم حتى فرغ من الآية ثم بعد ذلك قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله عز وجل حي لا يموت وهذا الشيء مذكور في صحيح البخاري فلما نسمع عمر كلام أبو بكر سقط عمر على ركبتي وكأن الروح خرجت من جسدي زي ما خرجت من علي عثمان وبلحظتها بس عرف أن رسول الله فعلا مات فعلا مات دفن رسول الله لاحقا في نفس المكان اللي توفى فيه بحجرة السيدة عائشة وبعد دفن قال أبو بكر لعائشة هتذكرين الحلم؟ ذلك الحلم الذي حلمتي فيه قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك الثلاثة وهو خيرها وهذا الشيء موجود في موطي الإمام مالك مرة ثم المؤمنين السيدة عائشة في ثلاث مراحل مصيرية في حياتها كل مرحلة تغيرت فيها شخصيتها ونفسيتها وفاة رسول الله كانت أحد أهم المراحل اللي غيرت من شخصية السيدة عائشة للأبد وكانت أشدها فكلما تذكرت لحظاتها الحميمة مع رسول الله عن تلاميذها كانت تبكي كانت تدمع عيونها صراحة ما أدري يعني أنا وصلت نهاية المقطع حس قلبي مكسور على عائشة وفاطمة البتول مدريش أقول غير يا رب يا رب إنك تجمعنا معاهم في جنات الفردوس مع محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بعدين توفت وقابلت والدها يعني بعد أشهر قليلة هنيئا لها ولكن عائشة سبحان من رزق عائشة الصبر لمدة خمسين عام تخيلوا أنا ما أقدر أتخيل إيش كانت تحس فيه طول هذه السنين كلها طبعا بعد سنتين توفى أبو بكر الصديق ودفن بجانب رسول الله اللي هو القمر الثاني ثم استشهد بعد عشر سنوات عمر بن الخطاب فدفنته بجانب أصحابه القمر الثالث الله أحيانا أقول يليت أني خلقت معاهم بهذاك الزمن يليت أني مت معاهم يليت أني عاصرتهم يليت أني شفتهم يا رب إن شاء الله كلنا كل من سمع هذه القصة بإذن الله إننا نجتمع في جنة الفردوس ونشوفهم كلهم بإذن الله تعالى إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أن أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله اشتركوا في القناة